موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصفة الرابع العلمي ألتقي وإياكم في درس آخر من دروس الرياضيات إن شاء الله في هذا الدرس سأتناول الجذور وبعض خصائصها لدينا بعض الجذور لا نستطيع إيجاد قيمتها بصورة مضبوطة مثلا فنأخذ أمثلة على هذه الجذور التي لا نقدر نجد قيمتها بصورة مضبوطة مثلا الجذور التربيعي للعدد 2 مثلا الجذور التكعيبي للعدد 10 تلاحظ الجذور الخامس للعدد 61 هذه الجذور الأمامك لا نقدر نجد قيمتها بصورة مضبوطة وهذه النوع من الجذور نطلق عليها بالجذور الصماء نقدر أن أطيك أو نشرح بعض الخواص على هذه الجذور بحيث يمكن لنا تسهيل عملية تبسيطها لهذه الجذور لدينا بعض الخواص حتى نسهل عملية تبسيط هذه الجذور أجعلها الخاصية الأولى نقوم واحد الجذر النوني لx في y يساوي الجذر النوني لx في الجذر النوني ل y وهذه الخاصية يعني الخاصية عكس مالتها أيضا صحيح عكس هذه الخاصية يكون صحيح هنا خواص هذه الجذور اللي قلت لك عليه عكس الخاصية أيضا صحيح لاحظ هذه إذا قلنا جذر النوني لx في الجذر النوني ل y أيضا تساوي الجذر النوني ل x في y مثلا أدي الجذر الخامس للعدد 6 في الجذر الخامس للعدد 11 شي ساوي لي هيفا المثال بسيط الجذر الخامس أقدر أضرب 6 في 12 6 في 2 12 باليد 1 يصير 72 تلاحظ هنا أقدر أقول الجذر الرابع للعدد 3 في الجذر الرابع للعدد 5 في الجذر الرابع للعدد x والستلافة شي ساوي لي حسب هذه الخاصية أقدر أضربهم يصير الجذر الرابع تلاحظ 3 في 5 في x والستلافة تلاحظ هنا يساوي شوفوا هذا حسب الخاصية الكتبتها رقم 1 وبالتالي شي أصبح هذا الجذر الرابع للعدد 3 في 5 15 x والستلافة هذه الخاصية رقم 1 تجعلها خاصية رقم 2 الغسة رح أكتب الجذر النوني الجذر النوني للx على الجذر النوني لل y تلاحظ يساوي الجذر النوني لx على y بحيث y لا تساوي صفر شوف وأيضا أكس الخاصية صحيح أكس الخاصية صحيح يعني تلاحظ هذي أيضا ناخذ في المثال بسيط مثلا الجذر التربيعي ل21 على أو الجذر التربيعي ل21 يعني الجذر التربيعي ل21 على الجذر التربيع للعدد تلافه تلاحظ شون استهلنا عملية التبسيط هذا الخواص لهذه الجذور الصمام تلاحظ حسب الخاصية رح يصير الجذر التربيعي ل21 على 3 تلاحظ هاي أقدر أختصد داخل الجذر 21 على 3 بيها 7 ويصبح الجذر التربيعي للعدد 7 تلاحظ أو أيضا هنا الجذر أيضا أقدر أقول التكعيبي للعدد 3 X على 2 وي العفو حسب الخاصية أيضا رح يصير الجذر التكعيبي ل3 X على الجذر التكعيبي ل2 وي وهاي ما تتبسط فرح يبقى هذا تحت الجذر هذه الخواص تقدر نحتمتها إذا صادفنا هذه الجذور الصمة سنأخذ عندنا مثال بالكتاب رح أوضح لكم إياه المثال اللي هو رقم 7 مثال رقم 7 مثال رقم 7 يقول رتب الجذور الآتية رتب الجذور الآتية تصاعديا تصاعديا لاحظ الجذور المطين إياها الجذور الجذور السادس لـ 147 هذا الجذر السادس الجذر التربيعي للخمسة الجذر الثالث للعدد 12 شوف أول ما تجي تباوع هيا مهمة على هذه الجذور لاحظ نحن أهم شي نوحد صنف الجذر يعني هذه شوف دليل الجذر هذا دليل ستة هذا ثنين تربيعي هذا ثلاثة أول لازم نوحد هذا دليل الجذور اللي تلافه نوحده شوف رح أعلمك الطريقة التالية نجي على الحل كل واحد رح أحله تحته هو هذا الثلاثة حتى أبين هسه هذا إذا أرد أكتبه 147 أو 40 الكل حسب خواص الجذور أنا شرحت لك إياها والثلاث واحد على ستة فارسة أجل خمسة خمسة أيضا وش واحد على ثنين هذا جذر تربيعي تلاحظ الثالث الجذر العفو تتخلص من الجذر حسب الخواص الجذور يصير عندي لاحظ 12 الكل والثلاث أنا شقيت لك هسه الملاحظة المهمة لازم كلهم الوحد هذا دليل الجذر إلهم من صلف واحد يصير أحاول الرقم الأعلى يعني اللي هو الستة كأنما أطلع المضاعف شوف لأنني إذا وحدت المقامات وأصبح المقام ثلاثتهم ستة أقدر يصيرون ثلاثتهم هما نفس الجذر السادس لاحظ أنا شلون أقدر أوحد هاي المقامات هاي الكسور الالثلاثة العدي أسويها لكلها سادس أخذ المضاعف رح أنزل لاحظ مية وسبعة وأربعين هنا رح أخلي ستة خمسة تلاحظ رح أخلي بالمقام ستة وهنا الافنعشر رح أخلي الكسر وبالمقام ستة لاحظ اش رح يبقى هنا ستة على ستة هذا يبقى واحد هنا ستة على اثنين هنا رح يبقى ثلاثة ستة على اثنين ثلاثة في واحد هنا ستة على ثلاثة اثنين في واحد اثنين شوف اش رح يصير حسة تلاحظ هذا عادي سدس شوف هذا مية أو سبعة أو أربعين والسدس إذا توحد الدليل ما لهم أقدر أحرف منه الأصغر وبعدين الأكبر أقدر أهرتب ومتصاعدين إذا هسه مختلف دليل الجذر ما أقدر ما أقدر أطلعه بصورة مضبوطة منه الأصغر منه الأكبر زين هسه هذا شي يصير هذا أصلا يصير خمسة كعيب والسدس شوف هسه هذا حتى أرجع للجذر هذا 12 داربية 12 داربية والسدس شوف شوف هذا فوارز طبعا هذا حتى نعرف بعدين الرجع الأصلي نرجع كل واحد من الأصلي ما أنت حتى أبدأ أرتبه هسه رح أرجع أباوه للجذر هذا صار الجذر السادس مية وسبعة وأربعين هذا صار الجذر السادس إش قدر خمسة تكعيب خمسة والسدلاثة خمسة في خمسة خمسة وعشرين في خمسة مية وخمسة وعشرين لاحظ تحت الجذر السادس فارزة هذا 12 داربية إش قد 12 فيه 12 مية واربعة واربعين مية واربعة واربعين هذا شنو شوف شلون توحد توحد صاروا من صنف واحد اللي هو الجذر السادس هسه أقدر من الأصغر هو احتصاعوا ديان شون نسوي تفاعدين من الأصغر ونصعد إلى العدد الأكبر من الأصغر دي هو هسه من ذول منه المية وسبعة واربعين له مية وخمسة وعشرين له مية واربعة واربعين أول واحد مية وخمسة وعشرين هذا لازم يجي هو بالبداية وبعدين أرتب الأصلي من هو الجذر السادس المية وخمسة وعشرين منه منه الأصلي مالته جذر خمسة شوف تحته منه هو جذر الخامس تلاحظ هذا هو الأصغر اللي وراه منه وراه المية وخمسة وعشرين المية وسبعة واربعين له مية واربعة واربعين مية واربعة واربعين منه الجذر الأصلي مالته مية واربعة واربعين شوف الجذر التكعيبي للعدد اثناش هذا أرتبهم حسب هذا اللي عندي الورا هو شبقه 125 وراء 144 الجذر السادس بعدين 147 منه 147 هو نفسه الجذر السادس هذا 147 وهذا هنا الترتيب تصاعدي بهذا الترتيب تصاعديا تريد أن تخليهن أول مرة تخلي هذا الجذر وهذا بعدين وهذا بس أنا بقيتهم حتى كل واحد منه هذا تحت منصار هذا الأصلي مالتا شوفه هذا الأصلي مالتا جذر التربيع للعدد خمسة هذا من الجذر الأصلي مالتا بالسؤال الجذر التكعيبي للعدد 12 أو هذا بقى أو هذا رتب تترتيب تصاعديا أخذ لك فد مثال آخر على هذا مثال رتب الأعداد الآتية ترتيبا تصاعديا شوف الجذر السادس الجذر التاسع العفو للعدد 10 والجذر الثالث للعدد 2 والجذر السادس للعدد 5 شوفوا هذا لأن هذا شوية ما بي أهل قد بي أمثلة علي بالكتاب فهذا أرتيبت لك هذا المثال حتى هما نفس الطريقة شوفوا نطبق ونشوف هس أيضا الدليل لاحظ ليس مصف واحد هذا يا جذر التاسع هذا يا جذر الثالث هذا يا جذر السادس حسب ما فهمتكم هس لازم نواحد صنف الجذور ونخليهم الدليل نفسه للجذور الثلاثة وبعدها نقدر نرتبهم ترتيبا تصاعديا هس أجي هس أجي على الحل لاحظ هس هذا العشرة اش قد الأس واحد على تسعة لاحظ فارزة هذا الجذر التربيعي نصير اثنين للأس ثلث لاحظ هذة خمسة حتى هذا الموضوع تفتهمه كلش بعد واحد على ستة دا تلاحظ دا تلاحظ هنا دا تلاحظ هسه هسه شلون انا حتى اريد اوحد دليل الجذر هنا عدي تسعة وهنا ثلاثة وهنا ستة شلون اقدر اوحدهم لازم المضاعف لهم ما اقدر اخذ التسعة زين ما اقدر لان التسعة هنا ما تقبل القسم هنا على ستة فاخذ الـ 18 شوف اش راح يصير هنا عشرة هنا واحد على العفو هنا خليه 18 مثل ما قبل شوية شرحت لك الـ 2 هنا تحت الكسر 18 اخذ الخمسة كل واحد تحته حتى بالاخير اعرف ارتب زين اجي 18 على تسعة بها اثنين لاحظ 18 على ثلاثة بها ستة في واحد ستة 18 على ستة بها ثلاثة في واحد ثلاثة تلاحظ شوف يشلون هسه نفس الشي راح ارجع هذي شي صير عشرة اربيع لاحظ 10 تربيع اص واحد على ثمنتعش حتى يصير الجذرة واحد هناش قيد اثنين اص ستة اثنين اص ستة الكل واحد على ثمنتعش هذي فارزة فارزة خمسة اص جيد اص ثلاثة هذي في واحد على ثمنتعش هسه لا اضرب حسب قانون الرفع اضرب واحد على ثمنتعش في اثنين يرجع اثنين على ثمنتعش اضرب ستة في واحد على ثمنتعش يرجع هذي تلاحظ اضرب ثلاثة في واحد على ثمنتعش يرجع هسه هذا كل واحد راح ارجع على الجذر شوف اتوحد ادي دليل الجذر كل الجذر الثمنتعش صار ادي تتلاحظ هنه الجذر انه ثمنتعش اصار ادي 10 تربيع مية هذا مية اللخ اثنين الستة اربع وستين اربع وستين الجذر الثمنتعش لالاربع وستين تلاحظ وهذا خمسة عثمه ثلاثة مية وخمسة وعشرين الجذر الثمنتعش اللي مية وخمسة وعشرين تتلاحظ هسه رح ارتبه وارتب الاصلي مالتي هساني منه الاصغر همي اريد ترتيبا تصاعديا منه الاصغر الاربعة وستين الجذر الاثمنطعش الاربعة وستين لو للمية لو للمية وخمسة عشر طبعا اصغر واحد هو الاربعة وستين من الجذر الاصلي مالتي الجذر التكعيبي للاثنين هذا اصغر واحد رح ارتبه اقول اول واحد الجذر التكعيبي للاثنين وراها منه وراها المية اللي هو عشرة هذا الجذر التاسع للعشرة نتلاحظ هذا الجذر التاسع للعشرة بعد الأخير واحد تشوف 64 وراها 100 وراها 125 نتلاحظ هذا قلنا الجذر هذا التاسع هذا دليل الجذر هذه فارزة يجي الأخير اللي هو أكثر أكبر شيء اللي الجذر الـ 18% و25 اللي هي وين شغلنا بها اللي هي الجذر السادس للعدد خمسة الجذر السادس للعدد خمسة وهذا شنوه الترتيب تصاعديا هذه هذه أمثلة على الجذور اللي وضحت لك ياهم على هذه الخاصية هسه نحكي شوية اللي يمنحش على العدد المنسب شنو العامل المنسب العامل المنسب شنو العامل المنسب هو العامل المنسب هو اللي لو ضربه بعدد غير نسبي لتحول الناتج إلى عدد نسبي هذا هو العامل المنسب هو العامل اللي لو ضربه بعدد غير نسبي لتحول الناتج إلى عدد نسبي هذا هو العامل المنسب وهس أطيك أمثلة على العامل المنسب والعامل المنسب إليه وشلون نضربهم شلون يطلع عدد غير نسبي أنطل عامل المنسب ما لو أضربهم والناتج الضرب يطلع عدد نسبي هسا أسوي لك مثل الجدول حتى بين أدي هل أكتب هو العامل المنسب الذي لو ضربه بعدد غير نسبي لتحول الناتج إلى عدد نسبي هل نسوي نفذ جدول على أمثلة على هذا لأن تحتاجه العامل المنسب مهم هل نسوي فجد والبسيط ننطي فجد عدد والعامل المنسب ماله ونضربهم وش راح يطلع عنه هنا خلي نسوي فجد والبسيط هنا وهنا ضرب مالته هنا مثلا العدد وهنا العامل المنسب وهنا العدد خلي أخذ فجد أمثلة ونأتج يضرب مالته مثلا أخذ اثنين جدر ثلاثة شن العامل المنسب بحيث أقدر أضربهم يطلع لعدد نسبة أخذ جدر ثلاثة تلاحظ هذا جدر ثلاثة خلي أضربهم أشوف الناتج الضرب شن راح يطلع لي اثنين جدر ثلاثة مضروب بجدر ثلاثة شقد يطلع لي جدر ثلاثة فيه جدر ثلاثة ثلاثة فيه ثنين ستة شوف شون طلع عدد نسبي أخذ واحد لآخر مثلا الجدر التكعيبي للعدد ثلاثة هذا الجدر التكعيبي للعدد ثلاثة كون العامل المنسب من أضربه وياه راح يطلع عدد زين من أخذ الجدر التكعيبي للتسعة ثلاثة أربيع شلون إذا أضربهم الجدر التكعيبي للعدد ثلاثة فيه الجدر التكعيبي للتسعة خل أشوف أضربهم أشوف يطلع لي هل يطلع لي عدد نسبي العدد ثلاثة هذا أضربه معه الجدر التكعيبي للعدد التسعة شقد يطلع اي اي زين فهذه اي يعني اقدر هذا اثنين جذر ثلاثة فيه جذر ثلاثة هذا يطلع لي ستة اجي هنا ممكن اخذ هنا مقدار ادي خل افضل هنا اكتب له مقدار هنا اي هنا مقدار افضل من العدد هنا اجي اي هنا جذر التكعي بالعدد ثلاثة يصير جذر التكعي بالعدد 27 واللي هو ثلاثة مثلا اخذ هذا المقدار خمسة العامل المنسب لهذا المقدار هو المرافق ماله العامل المنسب هذا عدد مقدار يتكون من حدي المرافق ماله يكون عكس العلامة اذا هو خمسة ناقص جذر ستة العدد المنسب يكون مرافق خمسة زائد جذر ستة وبحيث يصبح ضربهم هذول فرق بين مربعين تلاحظوا مع المقدارين يصير فرق بين مربعين المقدار والعامل المنسب اذا اجاك خمسة زائد جذر تربيعي لعدد ستة العامل المنسب يصير خمسة ناقص وهكذا العكس مراح اضربهم ذول فرق بين مربعين شي يصير مربع الاول خمسة وعشرين ناقص مربع الجذر ستة ستة تلاحظ خمسة وعشرين ناقص ستة تسعة عشر شوف اشتون طلع كل السهل العامل المنسب مثلا اثنين جذر ثلاثة زائد ثلاثة جذر خمسة لاحظ هذا المقدار اللي عندي شنو العامل المنسب مالي ايضا المرافق هذا مقدار يتكون من حدين وتفصلهم علامة الجمع لاحظ المرافق مالي رح يصير نفس المقدار بس العلامة بيناتهم علامة الطارح بحيث القوسيين يمثلون فرق بين مربعين لاحظ هسا شو رح يصير العامل المنسب المرافق مالي اثنين جذر ثلاثة ناقص ثلاثة جذر خمسة رح نربع العدد الاول الرابعة شقد يصير هنا اربعة في ثلاثة اثمعش شو نصير سهل ناقص العلامة هنا الربع هنا ثلاثة في ثلاثة تسعة في خمسة هنا من ربعة ثلاثة تتربع وهذا ينشال الجذر تسعة في خمسة خمسة واربعين تلاحظ هنا يصير اثمعش ناقص خمسة واربعين اثمعش هنا اثنين جذر ثلاثة في اثنين جذر ثلاثة صار اربعة في ثلاثة اثمعش ناقص خمسة واربعين إيش قد يطلع؟ هنا خمسة يروح اثنين ثلاثة واحد ثلاثة عشر هنا أنا سالب هنا كلها تطلع لي أعداد نسبية بتلاحظ شلون؟ عندي؟ هنا تطلع له أكو بعد أيضا أقدر أخذ لك عدة أمثلة بس داركنا الوقت الدرس هنا انتهى أشكركم على المتابعة وعلى الأصغاء وإن شاء الله ألتقي وإياكم في دروسة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة